منذ بداية العدوان الإسرائيلي كان في حراك دبلوماسي مشهود له من وزير الخارجية والإيراني سواء في لبنان أو في المنطقة وبذل جهود كبيرة كان عنوانها من أجل بذل مساعي لوقف العدوان من خلال الاتصالات والضغوط الدبلوماسية وهذا الجهد مشكور ونحن ثمناه في أكثر من مناسبة ونحن حصلت منذ 7 أكتوبر حتى اليوم حصلت أكثر من لقاء في بيروت يعني أكثر من لقاء كان في لقاءات بيننا وبين الإخوة في حركة حماس مع وزير الخارجية وهي لقاءات مهمة ومثمرة ونحن نثمن ما تقوم به الجمهورية في هذا الجانب على مستوى الجهد الدبلوماسي إضافة إلى جهودها الأخرى على مستوى الدعم اللوجيستي والمادي وعلى مدار هذا الصراع مع العدو يعني الجمهورية لم تقصر في مجال التدريب والدعم والتبني القضية الفلسطينية ودفعت أثمان في هذا الموضوع أما في الشق الخاص في الموضوع السياسي هناك جهد ملفت ومهم وكان يعني من نتائج حتى عقد قمة المنظمة الإسلامية كان بجهد من الوزارة الخارجية الإيرانية خلال الاتصالات والدعوة أكثر من مرة وكان هناك عدم تحمس لدى عدد من الأنظمة من أجل التجاوب وهذه الجهود مهمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي ترجمة نانسي قنقر